أحدث الرسمي لشباب اقتلاف الثورة شباب اقتلاف الثورة رأيهم ايه في الاحداث اللي بتحصل لك؟ هل هو اللي حداك بتقوله دولاتي يعني اولا فيه حاجات تانية عايزة؟ لا انا الكلام اللي بقوله هو الكلام اللي شايفه اقتلاف الثورة احنا شايفين ان احنا في نص ثورة الثورة لسه مكملتش مهمتها مهمتها ستستكمل احنا جزء مننا اختار نو يستكمل مهمتها من خلال التراشح في البرلمان القادم واحنا وجزء تاني قرر انه يساعد في ده وبيشتغل على الارض عندنا عدد كبير من الشباب بيشتغل على الارض لان احنا شايفين ان البلد بتدفع لان البرلمان القادم ده يبقى مش معبر عن الثورة بشكل حقيقي وانه يبقى جاي ضد مصالح الثورة وده يهدد بأن مصر يحصل فيها ثورة تانية مش هتبقى زي الثورة اللي حصل فيه مثقفين كتير وكتاب وخبراء في هذا المجال السياسي يعني بيقول انه يعني المجلس الشعبي ده مش هيقعد غير ستة شهر سنة بالكتير اوه هروح متحل تاني تمام انت الجواقع ده اللي هيحصل انا احنا شايفين انه دور مجلس الشعبي الجاي ده هو يحط قواعد العام المفروض لو احنا بنتكلم بقى في الصح انه كان يبقى فيه دستور يقول ان مجلس الشعبي ده هيبقى دوره ايه انت جاي مجلس الشعبي بدون دور انا مش عارف حدود سلطات مجلس الشعبي ده ايه انا مش عارف الرئيس القادم ده سلطاته ايه مجلس الشعب ده هيجي يحط دستور لغرة مات حدش فينا عارف هو يعني اعضاء مجلس الشعب الجاي هيتعرفوا على بعض اول جالسة في البرلمان احنا مش عارفين مجلس الشعب هيبقى جاي شكله ايه مش عارفين مجلس الشعب هيبقى قدراته قد ايه فيه واضح انه يدفع دفعا انه يبقى البرلمان ضعيف عشان ييجي الرئيس اللي هم عايزينه ماشي وانه في نفس الوقت يبقى البرلمان ما اعتقدش انه هو ده يعني ما اعتقدش انه ده انه اللي هيجي بقى جاي ضعيف طيب ما انا بقول لحضرتك هنبقول لحضرتك عندك كمية احزاب دلوقتي طالعة بتتكلم في ان احنا لازم هنبقى بقول لحضرتك فيه رغبة فيه ده لو نزل عدد كبير من الناس وصوتوا في الانتخابات الجاية الثورة هتنجح في الانتخابات يعني انت عندك عدد كبير من شباب الثورة نزلين على سواء مستقلين شباب الثورة اللي الناس عارفهم ونزلين على قيمتين قيمتين حزبيتين وتكتلات احزاب وبيتحركوا في الشوارع وموجودين وعندهم قوة حقيقية قواتهم الحقيقية انت بتواجه اقليتين منظمتين اقلية منظمة اسمها الاحزاب الخارجة من الحزب الوطني ودي 11 حزب على فكرة ماشي واقلية منظمة اخرى الاقلية التي لا ترى مصر الا شكل واحد لا تقبل مصر بتنوعها لا تقبل اعطاء الحقوق للمصريين باعتبارهم متساويين في الحقوق بغض النظر عن الجنس او اللون او الدين دي انا رأي ان دول فوسط المجتمع المصري فوسط العشرين مليون اللي نزلوا الثورة وقدهم او اقل منهم شوية وقفوا لجان شعبية في الميادين وفي البيوت دول اقلية بس اقلية منظمة لو الناس نزلت بكثافة عالية الاغلبية الحقيقية هتبقى موجودة والاوضاع دي هتبقى اقلية بس انت ليه انا مش فاهم ليه بيتم دفعنا لسيناريو ويتم تخويف الناس ان هتنزلوا من البيوت الانتخابات هتبقى فيها بلطجة وحيبقى فين فلات امني وبتاع وكلام من ده لو انت مش قادر تحمي الانتخابات طب انت بتعمل ايه انت بتحكم بصر بقى لك 9 شهور مش قادر تحمي انتخابات لغايد الوقت انت قلت 6 شهور تروح ترجع سكنات كل الناس بتقول الانتخابات ماشية في وقتها وليس سمع لا نر visão التكلم على ماشية في وقتها يعني أنا اصدل انه في دفع للناس الان ما تنزلش في دفع للناس اللي ما تنزلش دفع منين ده كل حتة عمليين يقول حصلان خلاص ده حسنا نعمل انتخابات هما بيقولو هي نعمل انتخابات بس بيقولوها نعمل انتخابات ويطلعوا كل الجرائد والتلفزيونات يقولوا النصص لانتخاباتها يبقى فيها انفلات أمني واحتمال يبقى فيه ضرب نار وناس تموت على الانتخابات انت هتنزل لو حد قالك الانتخابات هي بقى 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 انتوا بتقول لي في الاعلام بيقولوا اذا كانت الصحافة اصدقى او التلفزيون واخد بالك وهم بيدفعوا للانتخابات وبيدفعوا بانه هما بيقولوا بيخوفوا الناس انها تنزل مين هل هو مثلا مجلس عسكري عمالي خوف لك ازاي ازاي بهم عايزين يقولك ان احنا خلاص هنعمل الانتخابات ازاي لا لا هقول حضرتك ازاي زي ما هو بيقول المحامة الثورة وبيقبض على الصور وبيدخلهم محاكم عسكرية دلوقتي هو هو نفس المجلس عسكري اللي بيقول ان الانتخابات في موعدها بس عايز النتيجة تطلع على الهواه فمش عايز الاغلبية اللي نزلت في الثورة سيد زياد عايز تقناني ان المجلس العسكري يعني بيوجه الناس في الاعلام اللي هم قريدي عملين يقولوا زي ما حضرتك انت دلوقتي حالا انا هو في الاعلام عندي التلفزيون عندي هو في حكومة اعمال تنقض في المجلس العسكري يعني ازاي اقول لحضرتك ازاي بس بروحة بس بتكتر اقول لحضرتك ازاي انت مشوفش في التلفزيون مليون مره تلفزيون الرسم كلام بشكل واضح على ان في حالة انفلات امني وان الانتخابات وده حقيقي في الشارع احنا بنجيب حاجة انا بشوفه وحضرتك بتشوفه انا بشوفه وانت بتشوفه انا اللي بحكم ولا المجلس العسكري المجلس العسكري انا المسؤول عن حماية اللجان وحماية يوم الانتخابات ولا المجلس العسكري المجلس العسكري خلاص المجلس العسكري مسؤول عن انه يعمل امان وانه يقول للناس انا مسؤول عن الامان في الانتخابات دي وانه يعمل قواعد تضمن للناس الامان في الانتخابات دي وانا رأي ان كل القوى السياسية بتشتغل مع بعض حتى قوى السياسية المتنفسة يعني انا دلوقتي انا رأي انه جماعة الاخوان المسلمين عندها مشكلة ضخمة وانا ضدها بشكل واضح ماشي في الانتخابات بس انا هتعاون مع جماعة الاخوان المسلمين عشان نامن الليجان ماشي ده مش دوري ده المفروض دور اللي بيحكم بشكل واضح ده هيامن الليجان كمان حتى من الشعب ناسه بالضبط ده دوري المفروض بقى ان انت لو بتحكم انك تقول للناس انا هعمل قواعد كذا عشان اأمن اللجان انا هعمل قواعد لكن انك تخوف الناس انك تقعد طول الوقت تقول للناس هيحصل انفلات امني ده الانتخابات هتشهد ضرب ناري الناس مش هتنزل انت عايز الناس ما تنزلش عشان ينجح اللي بيدفعوا فلوس وبيقفوا قدام اللجان وكانوا بينجحوا بنفس الطريقة لان احنا قدام ظاهرة مختلفة عسى مصيرة الانتخاب مش واخدين بالهم منها اللي كان بيدفع يشتري 3000 صوت كان بينجح فتح سرور كان بينجح في السيدة زينب وحكم مصر 20 سنة ب9000 صوت انا عندي السيدة زينب 150000 صوت دار السلام لوحدها منطقة دار السلام 176000 صوت نص دايرة في القاهرة اللي هي دايرة الفردي مش دايرة القايمة نص دايرة في القاهرة اللي هي من اول دار السلام لحد المؤطم 776000 صوت فاللعب بتاع سماصرة الانتخابات وجيب لك 20 صوت ولا 1000 ولا 2000 مش هتمشي لانه 1000 و2000 بقت نقطة في بح البشر اللي هينزله وبالتالي الحاجة التانية اللي نزل في الاستفتاء جمهور تاني يا جماعة جمهور انتخابي مختلف اللي بيتم شراب الأصوات الغلابة والفقرة اللي اتضحك عليهم النهاردة الشغل في الشارع في الحقيقة يفرح الشعب المصري يفرح انا الحقيقة جالي يعني حالة امل فضيعة لما نزلت في وسط الناس لانه بتلاقي ناس في منتهى الفقر في مناطق تستغرب ان ازاي الناس عايشة في المناطق دي ويقولك احنا مش عايزين حد يدينا كيلو لحمة ولا كيل سكر احنا زهينا من الناس دي كويس انما عايزين حد يجي لنا الناس في افقر المناطق وفي افقر العزب يقولك يجي المرشح ولا المرشحة يقعد معنا يقول لنا هنعمل ايه والكلام بتاع هناخدم وربنا يساهل وان شاء الله على رأسنا من فوق الكلام بتاع احنا بتوع ربنا كلنا بنصلي وعارفين ربنا ينزل المرشح والمرشحة يقولوا لنا الكلام ده الحقيقة يبشر بامل جديد في مصر سواء بقى المجلس العسكري سواء مجلس الوزراء سواء طائرات معينة سواء احزاب معينة انا بقى عندي ثقة مفردة في الشعب المصري اللي بنشوفه في الشارع مختلف تماما عن كل التحليلات السياسية اللي بنسمعها في تلفزيون دي اول حاجة تاني حاجة الكلام بتاع اللي حضرتك سألته الحقيقة عجبني لأسئلة جدا النهار لأنها في الصميم الكلام لحضرتك سألته في بعض الاقويل ان ده هيعود سنة ولا سنتين احيانا الواقع بيبقى فوق قدرات المحللين السياسيين في قرائته يعني انتخابات 2005 طعن على حوالي نص المرشحين وخدوا احكام قضائية بابطال العضوي ففضل كل المحللين السياسيين والقانونيين بناء على العلم يقولك هذا البرلماني سيتم حلو قعدنا في لعبة سيتم حلو ده 2006 و2007 و2008 لحد ما وصلنا بسلام وحمد وأمان الله في 2010 فالكلام بتاع ان البرلماني اللي جاي ده هيتم حلو بعد 6 شهر ولا سنة اولا كلام مش قانوني البرلماني اللي جاي مدته وعمره على الاقل 3 سنين تبقى للقانون خلينا نتكلم على قانون ليه بقى 3 سنين لانه هم عنده مهمة رئيسية وحيدة اللي هي الدستور فاول حاجة هيعملها هيبدأ يحط معايير اختيار لجنة الدستور وبعدين يختار لنا لجنة الدستور وبعدين يبدأوا يشتغلوا هيعملوا درافت الدستور ده هيخد له مثلا ايه 3-4 شهر وبعدين ينزل للناس للاستفتاء فانحضر للاستفتاء فاتبتكلم على سنة ونص بالراحة في السنة ونص او بعد السنة ونص دي عندنا قضايا ما هيش نت بقى سنة ونص بالزبط لان انا في النص عندي قضايا ومصالح ناس لازم اناقش موزنة لازم عندي استجوابات لازم اتكلم على حكومة لازم اعمل حكومة جديدة بعد البرلمان فحدوتك كده هتخلنا في سنتين ونص 3 قبل ما نتكلم انت بقى هيتحل علشان يتعمل برلمان جديد لما يكتمل الدستور علشان اقدر اعمل برلمان جديد بناء على القواعد الجديدة في الدستور ده كلام القانوني موضوع حل البرلمان ده موضوع سياسي مش قانوني وبالتالي هيخضع لكل التأديرات بتاعت السياسيين مش التحليلات القانونية العلمية شرفتونا انا فقريتي خلص انا طبعا نفسي اقعد اتكلم في الموضوع ده واجادل معاك شوية برضو مع اني مقتنع بجزء كبير طبعا من اللي انت بتقوله ولكن يعني الى حد كبير بس مش مقتنع بانه يعني المجلس العسكري بيلعب اللعبة دي بالشكل طب انت كده بترد على الكلام اللي انا بقوله من غير ما تديني حق الرد طب يعني انا طب قول 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 في 30 سنة لا انا رأي ان في عدم صدور القانون العزل السياسي لغاية دلوقتي ده معناه في ارادة سياسية انه الناس دي تخش تاني عدم تخويف الناس من الانتخابات ده في ارادة سياسية الناس ما تروحش بس انا رأي ان الناس هتفاجئ الجميع بما فيهم احنا وهينزلوا بأعداد كبيرة والناس دي مش هتنجح بأصوات الناس يريحك لو القانون ده طلع العزل السياسي؟ مش يريحني انا مش بعمل حاجة عشان لا يريح يعني الاحزاب كلها والصوار والشعب المصري كله لو القانون ده طلع؟ يعني لو طلع هيبقى بداية خطوة هو مطلب شعبي هو مطلب شعبي انا انا مش معنديش مصلحة شخصية في انه يطلع انا معنديش عن فكرة معرفتش حد حزب وطني عظيم معنديش حزب وطني خبطني وانا ماشي وقال لي معلاش تمام يعني كل ده يعني معنديش مشكلة شخصية طب لو شفتهم حبقى يعني ممكن ابقى حد على مستوى الشخصي كويس بس افسد الحياة السياسية طب وبالتالي انا معنديش مشكلة شخصية ما فيش حاجة اسمها يريحني تمام في حاجة اسمها الصحي الثورة دي حصلت عشان الغلط كان بيحصل 30 سنة عظيم الصح ان الناس اللي افسدت الحياة السياسية تركن شوية تدي فرصة ان احنا نحط قواعد كلنا بتوافق مع بعض تمام ويرجعوا انا ما بقولش هعدمهم خالص على فكرة تمام انا بقول انه يعني انتو جربتوا وطلعت ترجربتكو غلط وبوزت الدنيا في البلد دي وجبت لنا الفوضى فخلينا نجرب ناس تاني قواعد مش نجرب ناس تاني انا مش هجرب ناس تاني انا مش هجرب طول عمري طيح نحط قواعد بشكل ديمقراطي بين كل الناس اللي حيتم الاتفاق عليها وانتو تفضلوا رجعوا على نفس القواعد انا رأي ان الثورة دي هتكمل الناس هتنزل بأعداد كبيرة والناس هتفاجئ الجميع لان احنا انا بصراحة يعني انا جزء كمان من اللي عايز اقوله ان ما فيش حاجة تحصل يوم الانتخابات كل القواة السياسية هتتعاون انه هيبقى يوم الانتخابات دي امان حتى لو حد تاني عايزه ما يبقاش امان ماشي مش هاسمي مين عشان ما تزعلش مني واللي هيحصل انه الناس هتفاجئنا وحييجي فعلا برنامان اللي عبر عن الصورة والستاذ زياد العليمي المحامي ومتحدث الرسمي لشباب اتلاف الصورة والاستاذ نهادة بالقنصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة شكرا جزيلا لحضراتكو يا فندم وشكلنا كده هنقض في الموال ده فترة شوية مش وحش يعني خلينا نتكلم ونلعب سياسة شوية يا رب والشعب كله بقى يلعب سياسة شكرا جزيلا فاصل ورجعين